وإن حصر حادث الشويفات بالتهدئة ميدانياً فإن المواقف السياسية تتفاقم حدة تصويب رئيس الحزب الديمقراطي الوزير طلال أرسلان على رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جونبلاط أعقبه تعليق من الحزب الاشتراكي تمثل في بيان أكد فيه أنه لن ينجر إلى سجلات ومهترات لا طائلة منها ولا يدخل في نقاشات عقيمة الهدف الوحيد منها تحوير الأنظار عن الواقعة الأساسية التي أدت إلى سقوط على أبي فرج مؤكداً موقفه الثابت القاضي بضرورة أن تتحمل الأجهزة الرسمية مسؤولياتها لكي تأخذ العدالة مجراها وأن تجري ملاحقة وتوقيف جميع المتورطين لينالوا عقابهم وفق القوانين والأصول والإجراءات المتبعة وأضاف البيان أن تغاضي أرسلان عن ذكر واقعة حمايته وإخفائه للمرتكب الأساسي لهذه الجريمة بحد ذاتها ينسف مضمون كل مؤتمره الصحفي رحم الله الأمير مجيد أرسلان أما غياب الموقف الرسمي عن جريمة الشويفات فمستغرب لدى الاشتراكي صمت القيادات الرسمية اللبنانية بعد ثلاثة أيام من حادث الشويفات هو مثير الاستغراب والمثير للتساؤل من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة من السوزراء إلى الوزرات المعنية طبعا هذا لا يعني الانتقاص من الدور الكبير الذي لعبته على الجهزة الأمنية ومستغرب بأن بعض القيادات السياسية انتظرت سؤال أحدى المراسلات في وسيلة إعلامية لكي تدلي بموقف حول ما حدث في الشويفات ولم يكن أساسا الموقف مبنيا على الاعتبارات والوقاع الصحيحة إذ ساوى بين الأطراف التي سقط لها قتيل والأطراف التي كانت تأوي القاتل سجال تويتري بين جنبلاط والحريري أشعله رئيس الحزب الاشتراكي بتغريدة قال فيها أما وقد انتهت الانتخابات فغريب كيف يدعي بعض الخاسرين النصرة وبعضهم الآخر يلجأوا إلى الضجيج الإعلامي بدلا من احترام القانون ليرد عليه الحريري قائلا يا ليت يا وليد بيك اتحل عن المستقبل شوي وما تحط كل مشاكلك علينا وشكرا سجال لم يدم بين الحالفين أكثر من بضع ساعات حل باعتذار ومسح تغريدة الاشتراكي في بيانه قال نعتذر إلى رجل الدولة الأول في لبنان سعد الحريري ونوضح له أننا لا نرمي مشاكلنا عليه بل نلفت نظره إلى أن ثمة مشكلة وقعت في منطقة لبنانية اسمها شويفات تستوجب منه كمسؤول المتابعة لتطبيق القانون والعدالة أما رئيس تيار المستقبل فأزال تغريدته من حسابه الرسمي رواند أبو غزام قناة الجديد